بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان كلمتنا احذروا من القرآنيين المنكرين للسنة فصل المشتمع دينا كانش يوحدين غروا الناس بالمشاهدات المرتفية عندهم وبالشهادة اللي عندهم على القناة تسمى ديال الدكتورة فتنقلنا جميعا من المسلمين والمسلمات ما تغتروش بالشواهد ما تغتروش بالموتون لمحفوظة را قيمة الشخص لا فيما يحمل من معلومات ولكن في مدى مطابقة علمه لعمله لأن المقايس عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما شيء إن أكرمكم عند الله أحفظكم لكتاب الله وأحفظكم للسنان إلا العمال فلهذا نردو البال وإلا الشيطان لعنه الله حفظ القرآن والطورات والإنجيل والزابور والكتب ديال صحف إبراهيم والقرآن بالقراءة العاشر والقراءة الشذا والكتب كلها حفظ هذا الشيطان أعلام من في الأرض كله موه والناس تلعنه في البدوم الحضاري قيمة الشخص لا فيما يحمل من معلومات ولكن في مدى مطابقة علمه لعمله وإلا اليسبي اللي تتسمى باسمية الحقيقية ديالها ديال الإنفورماتيك الفلاش ميموار هذا اللي يسبي ركاين اللي تتهزليك أنت يا رقاع معنى ألف جيجا تهزليك مكتابة فيها ما نعرف مئة ألف كتاب مئة ألف مجلد ما تسمىش عليمة فلهذا اللي تحمل مشاكة خصنا نرجعوا للمقاييس ديال القرآن وديال السنة لهذا باش نفهمونا نحيدو بعدها هذا الإعشاب هذا نحيدو نهرسوه يقولك دكتورو لما دكتورش هذا ما يهمناش نشوفو العمل دياله، الإخلاق دياله، السلوك دياله، السيرة دياله، الشيخ دياله عندما نشد وديك الساعة عاد نعرفو عندما نشدو الدين ديالنا إلا كنا تنمشيو نتحراو في مسائل ديال الطيب فبالنسبة للروح ديالنا من باب أو لو أحرم ثم النقطة الخراب باش نفهموها مزيان في هذا الإطار هذا أنه حيتي ينقر القرآن هذا راه تسد عليه الباب وهنا قدي نجيو لأديلة باش نبينو هاد مسألة لأن الاقترا ديال الأسئلة جاتني بعض الدكاتيرا وتييقول لك راه عندهم مشاهدات وراه كذا وراه كذا ما نتسنتليش قاع غي يقول لك سنحيدها هذا نسد عليه الباب قاع لأننا نكلاسي مع ذوك الخرين اللي هما لا دين لهم ولا ملة لهم نجيو لواحد الحاجة بسيطة اللي قروها وقرينها كل نفل ابتدائي حديث ديال الأركاء الإسلام تروينا البخاري ومسلم ونردو البالي حيث نسمع البخاري ومسلم أعلى ساند وأقوى ساند لأنهم تفرى فيه جميع الشرط ديال الصحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهدتي أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان معنى بني الإسلام أرى الإسلام كاين فيه الإسقاف وفيه الحيوط وكذا ولكن البني ديال هذا الإسلام هذا مبني على واحدة مسألة أساسية اللي هي مسألة أساسية اللي هي السواري وأول سارية بحال بكش ديال الخيمة ديك اللي تتسمى لوسط الحمار إلا ما كيش الحمار رمين في عوش دو كل وساد اللي ضايرين في الجنب شون هو هذا الحمار؟ هو أشهد أن لا إله الله وإشهد أنه الحمد رسول الله بمعنى اللي ما قال شهده الله الساروس ما حلش الباب ديال الإسلام قاعد اللي قال غير أشهد أن لا إله الله وحدها إلا ما قاش وأشهد أن محمد رسول الله لذا ستسمى الشهادتان فلهذا حيث نقول هذا الشهادة أشهد أن لا إله الله شنو معنى هذا؟ أشهد أن لا إله الله جميع الأنبياء والرسول كله متفقين لا أشهد أن لا إله الله بك شعلك قال سيد ربي سبحانه وتعالى في محكم كتابه في محكم التنزيل وتيبين هذا المسألة دي في صورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك تخطب الله الرسول صلى الله عليه وسلم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه أشهد أن لا إله الله تجي وأشهد أن محمد رسول الله بمعنى أشهد أنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما عندك علاقة به وتولي تتنقش أن تغيفوز القرآن لا أدرا الرسول جات آيات قرآنية هنقوله بها الآية اللولانية إحنا كين بزافت الآية القرآن أعطي وغير هدو الآية اللولانية تقول لك الله عزوج لا قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني شكوه هو الرسول صلى الله عليه وسلم يحبيبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم هاللولانية نجيول الثانية الله عزوج دي يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخير ذلك خير خير وأحسن تأويل ذلك خير وأحسن تأويل بمعنى الكلمة دي الفعل أطعاء خصها الله للرسول لله لي هو سبحانه وتعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم مستقلة أولي الأمر منكم ما فيهاش ما قل سيد ربي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم لا فإن تنازعتم في الشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخير ذلك خير وأحسن تأويل لا در الفعل لله والرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أن طاعة الله مستقلة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مستقلة أما طاعة أولي الأمر فهي تابعة لله والرسول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هكا الدين دي النمفهوم كثرة من هذا الشيء سمع اللي تيقول ليك أنا بغي تغير القرآن وما عندي من ندير بالسنة قولنا صحيح البخاري ذاك شي كدوب وصحيح موسليم وهذه الكتب كلها ما عندي من ندير بها اللي صحيح هو القرآن هذا الدجال وهذه كلمة الحق أريد بها باطل سمع تغير سيد ربي في القرآن فليحذر الذين يخالفون عن أمره شكوه هو الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتناتون أو يصيبهم عذب أليم نزيدوا لحد أخرى كثير من هذا الشيء فلا وربك تحلب سيد ربي لا يؤمنون حتى يحكموك الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حارجا مما قضيتا ويسلموا سلمة معنا يحكموك نتدبا الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى في الروض الشريفة يحكمو سنتك يحكمو أفعالك يحكمو أقوالك وتقريراتك هذا ويحكموك فيما شجر بينهم بمعنى هالقرآن وبندين والسنة النبوية اللي ينكر السنة النبوية من المعلوم الدين بالضرورة فقد خارج عن نطاق الإسلام وصد عليه أبواب الرحمة ولا يقبلوا منه صرف ولا عدلون لأن باب الجنة وباب لله عز وجل هو الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا ما تغتروش أيها المؤمنون أيها المؤمنات بهذوك القرآنيون لسي يقول لك حنا نبغينا غير القرآن وتتصيب لك قلسة يخوض في القرآن حتى القرآن وما حافظوش بلا ما نقول لنا أذكر الأسماء ديال شي ذا كثيرة ولا شي عاجل ما حافظينش القرآن وحتى يلقره وقدموه وتيقرى خطأ وتيجيتي يقول لك أنا غير القرآن لا عربية ولا قرآن ولا حتى شي حاجة لهذا نردو البال ونحضي ورصنا ونتقوه بالله عز وجل ونتحصنه هذا شعر يدرسه من أجل التحصين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته